ماذا لو حدثت مواجهة مباشرة ما بين طائراتي الهليكوبتر كي 52 الشهيرة بالتمساح روسية الصونة والطائرة الامريكية اي اتش اربعة وستين اباتشي مين اللي هينتصر اولا قبل الدخول في المواجهة المباشرة لازم نعرف ونستكشف المروحيتين ومعرفة نقاط قوتها وضعفها الطائرة التمساح كي 52 مروحية هجومية واستطلاع روسية صقيلة للقتال المتعدد المهام والعاملة في مختلف الظروف الجوية تستطيع ضرب الاهداف الارضية المدرعة والغير مدرعة والاهداف الجوية منخافضة السرعة كالمروحيات وطائرات بدون طيار والافراد على خطوط القتال الامامية بالعمق التاكتيكي كمان بتعتبر منصة مسح والقيادة محمولة جوا لصالح مجموعة من المروحيات الهجومية الصديقات كمان تقدر تضرب اهداف بحرية كسفن غواصات علشان هي بتتمتع بافضل التقنيات اللي تجعل منها رمحا تحمله السفن الحربية بتتميز التمساح بامتلاك مروحتين علويتين تدوران عكس بعضهم البعض فيما يعرف علميا باسم الدوار متحد المحور واللي منح المروحية القدرة القصوى على المناورة والسبات والاتزان والدوران حول محورها بسرعة كبيرة والاستفادة الكاملة للطاقة الناشئة من المحرك للرفع والدفع بعكس المروحيات زي مروحة الديل اللي بتستنزف جزء من الطاقة دي زي طيارة الاباتشي اما الاباتشي فيها مروحية هجومية فقط وتعد طائرة الهجوم الرئيسية للجيش الامريكي وبتتميز الاباتشي بانها مروحية هجومية عالية التسليع زاد ردود فعل سريع بامكانها انها تهاجم من مسافات قريبة او في العمق بحيث تكون قادرة على التدمير والاخلال بقوات العدو الموصفات العامة للمروحتي من حيث السرعة الكسوى فطائرة الكي اي 52 التمساح بتصل سرعتها ل300 كيلو اما طائرة الاباتشي بتصل سرعتها ل273 كيلو اي ان الافضلية لطائرة التمساح في سرعة الوصول للهدف المحدد ومن حيث اقصى زقف الارتفاع فطائرة الكي اي 52 التمساح بتصل لارتفاع 5500 متر اما طائرة الاباتشي بتصل لارتفاع 4000 متر بكده تكون الافضلية برضو لطائرة التمساح وده ويوفر لها قدرة افضل على العمل في البيئة الجابلية وقدرة الافلات من السواريخ المحمولة على الكتف والمدفعية المضادة للطائرات بشكل افضل ومن حيث مادة تحليق فطائرة الكي اي 52 التمساح بيصل مادة تحليق لها ل470 كيلو متر اما طائرة الاباتشي مادة تحليق ل520 كيلو اي ان الافضلية هنا لطائرة الاباتشي من حيث مادة تحليق لكن بتتميز طائرة التمساح بانه صمم كرسي القصف للطائرين في حالة اصابة الطائرة وذلك للمحافظة على طاقم المروحية تتميز الاباتشي بمدفع عيار 30 ميلي بعدد 1200 طلقة قابل للحركة في مختلف الاتجاهات بزاوية 100 درجة يمنا ويسارا 11 درجة لاعلى و60 لاسفل اما الكاموف فتمتلك مدفع عيار 30 ميلي بعدد 460 طلقة مسبت في الجانب الايمن من المروحية ويمكنها الحركة 9 درجات لليمين ودرجتين لليسار و3 الاعلى و37 لاسفل ورغم محدودية حركتها الى انها منحاناتها ثابتة افضل من مدفع الاباتشي أثناء اطلاق النرار مما قدى لزيادة الدقة والمدى النراني الفعال مع التأكيد على عيب محدودية الحركة اما عن التسليح السواريخ فتتميز الكاموف بست نقاط تعليق للأسلحة على الأجنحة مقابل 4 للأباتشي مما يمنحها حمول التسليحية أفضل بخلافة في التنوع الأكبر في السواريخ اللي يمكنها اطلاقه حيث يمكن للكاموف حمل سواريخ اجلى الجو جو مدى 3500 كيلومتر أتاكا المواجهة المضادة للأهداف الأرضية وهي موجة بموجات الراديو ومدى 6 كيلومتر سواريخ فيخر المضادة للأهداف الجوية والأرضية موجهة بالليزر مدى 10 كيلومتر سواريخ هيرمس المضادة للأهداف الأرضية والبحرية والأهداف الجوية ذات السرعة والارتفاع المنخفضين مدى 20 كيلومتر وسواريخ R73 جو جو مدى 20 كم كما ان الاصدار الخاص المتطور من النسخة البحرية هيكون بامكانه اطلاق السواريخ الاتية سواريخ KH-31B المضادة للرادار والموجهة بالرادار السلبي ورصده تتابع موجات الرادار المعادية ويصل مدى ل110 كم سواريخ KH-35V المضادة للسفن والموجهة بالرادار النشط ويصل مداها الى 130 كم وفي المقابل الاباتش يمكنها حمد 16 ساروخ الهيلفاير الموجهة بالليزر او الرادار مدى 8 كم الخارج ويستعمل بشكل اساسي للتدمير الدبابات والعربات المصفحة وسواريخ ستينجر جو جو مدى 8 كم وسواريخ هايدر الحرة مدى 10 كم والساروخ الجديد G-A-G-M جو أرض وسيبدأ مدى بـ 8 كم ون المخطط ان يصل لـ 32 كم اي ان الافضلية هنا لطائرة التمساح من حيث استطاعتها حمل سواريخ بعيدة المدى اما عن الرادار فوضعية رادار الاباتشي اعلى مروحيتها العلم بتمنح ميزة الكشف الدائري في زاوية 360 درجة مقابل 120 درجة فقط للرادار الكاموف الأمامي وكمان وضعية رادار الكاموف في الأنف توفر لها ميزة الاستطلاع المسلح ورصد التهديدات الأرضية المختلفة من مسافات كافية مما يقلل من تعرضها لأي مفاجآت على عكس رادار الاباتشي اللي ما بيسمحش موضوعه او مداه بتنفيذ المهم دي كمان النسخة البحرية من كاموف هتحمل رادار بعيد المدى يمكنه إطلاق وتوجيه الصواريخ المضادة للسفن تراث كي اتش خمسة وتعاتين والميزة دي غير موجودة في النسخة البحرية من الاباتشي اللي بتعتمد على رادار اللونج بو وصواريخ الهيل فاير اللي ما بتتجاوزش مداها أربعين كيلومتر الخلاصة بتعتبر مروحية الكي 52 الروسية المسمبة التمساح ومروحية الأمريكية أباتشي من أفضل مروحيات العالم القتالي إلى أن دراسة مقارنة أجراها خبراء أمريكيين رجحت تغلب التمساح الروسي على الأباتشي الأمريكي في حال نشوب النزاع العسكري وكمان في تقارير كتبوا خبراء بيزنس انسايدر بأن الدراسة بينت أن مروحية الكي 52 بتتفوق على مروحية الأباتشي في القوة النارية والقدرة على المناورة وأبرزت الدراسة إمكانية تزويد مروحية الكي 52 بأسلحة شتى ولكن تملك مروحية الأباتشي قدرات نارية متوضعة كمان موقع الفاكتس بوكس الأمريكي عمل مقارنة بين أشهر مروحيتين في العالم وأكد الموقع أنه خلص في المقارنة إلى أن المروحيتين تعدان الأكثر تطورا في العالم والأشد بطشل بتجمعات العدو وقوات البشرية كمان أشار أصحاب المقارنة إلى أن الغالبة في حفاظ المروحية على حياة طاقمها كانت للتمساع بفضل منظومة القفز المظلي المزودة بها واللي جعلتها الوحيدة في العالم القادرة على تنجيل طاقمها في اللحظات الحالكة الكي اتنين وخمسين جعلت مروحية الأباتش الأمريكية وحسب فريق عريض من الخبراء الروس والغربيين مروحية عتيقة إيه رأيك؟ أي يوم أفضل؟ المروحية التمساح الروسية؟ أم الأباتش الأمريكية؟